منتخب مصر اللي بتدربه ده منتخب صاحب الأرقام القياسية في أمم إفريقيا وتاريخه معروف في القرى كلها للقاصي والداني وحيفضل كده جيل بيسلم جيل اللهم يمكن الجيل ده هيحصل فيه عطل بمعرفة حضرتك يعني الحكاية تبدو للي بيتابع الموقف من بعيد وكأن دي نحتاية الراجل ده جاي ينحتها بدل من القعدة في البيت أنا مش عارف حضراتكم شايفين الصورة ازاي الحقيقة يعني الواحد مهما يعني اتكلم مش هيعبر عن حرق يعني حرقة الدم اللي كنا فيها كلنا مبارح واللي عشناها كلنا مبارح من خلال متابعتنا لهذه المباراة الهزلية يعني حاجة عجيبة جدا 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 يعني أنا مش عارف حتى مش لقي كلام أنا كمية الحاجات اللي جوه الواحد مش عارف يقول لكم فيها ايه ولا ايه بس مبارح بجد يعني احنا بنتفرج على ماتش لا يليق بتاريخنا ولا يليق بإمكانيات لعبتنا لما تضيع امكانيات واحد زي مصطفى محمد ومحمد صلاح وتخليهم متكتفين في مراكز غير مراكزهم ده خلانا نفقد يعني هجمات مصطفى القوية في الثمانتاشر وده خلانا ما نشوفش سرعة محمد صلاح الساروخية في أرضية الملعب عارفين ان انت كمدرب يمكن عايز تلعب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة بس لما تيجي تلعب سواء بالطريقة دي او بغيرها يعني مش عارف العب بمنطقة العب بأوراقك الصحيحة تحط كل اللعيبة في أمكانهم المعتادة عشان نتوقع منهم المعتاد منهم باختصار شديد لكن كل ده للأسف ما حصلش كل ده ضاع يعني كل ده ضاع واللي جاي مش مطمئن في وجه نظر تالي بتقولك انت لسه عندك غنية واستعدك ماتش السودان بس اللي حصل ده مش مطمئن والله العظيم بكلم حضراتكم بمدهة الأمانة ايا كان اسم الفريق اللي هنلعبه حاجة خوف